اهلا بكم في قناة زراعة الاسطح شرحيني النهاردة هيكون عن طريقة عمل الشتلات في المنزل واماكن بيع الاكياس اللي هي زي كده اكياس الشتلات وطبعا فيه منها احجام مختلفة كتير وطبعا يا جماعة الاكياس بتوفر عليك اللي انت لو انت هتدي لحد النبات يعني النبات اللي حضراتكم شايفينها انا عملها الناس طلبها مني من الجران والاقارب فما بديهم الشتلات في قصيص او في صفيحة بيموتهم النبات وهم بينقلوه لان النبات في فصل الشتة لو تعرب منك الجدر تعرب منك للهوى فالنبات بالتالي بيبدأ يموت ويدبل وممكن ما يموتش معك على حسب انت عملت في ايه فمن الافضل اللي انت ما تيجي تدي حد الشتلات او هتعملها هتنقلها اللي انت تزرع في كيس زي كده ليه يا جماعة ممكن لو انت مبتدئ تقطع الكيس من تحت كده وتحطه في الطربة الجديدة وتسيب ده معاك عادي ما فيش اي مشكلة الجدر حينزل من تحت يعني انت تقطع الكيس وتحط وممكن تقطع الكيس كده بالجنب كده وتفتحه خلص وتحطها الطربة حتبه متماسكة معاك النبات مش هيموت منك فده اهمية عمل الشتلات في الاكياس المخصصة وطبعا فيه احجام مختلفة وزي ما حضراتكم شايفين في الكيس الكبير ده وفيه الاصغر وفيه الاصغر الاكياس اللي انت حضراتكم شايفينها قدامكم في الصورة دي كلها بتبقى موجودة في مصنع الاكياس اللي هو بيبقى مصانع لأكياس الشتلات انت ممكن تسأل في المكان اللي انت فيه كل الاماكن بيبقى فيها مصانع بتعمل الاكياس ممكن تروح للمصنع وتسأله وطبعا المصنع عما تجيب منه هيبقى السعر تقريبا النص عما انت تجيب من المشتل الاكياس دي في المشتل اللي سألت عليها كده في السعر يعني انا جبت بدل ما كنت هجيب كيلو جبت اثنين كيلو من المصنع يعني ياريت المعلومة بكون وصلت لحضراتكم الفلوس اللي كنت هتفحها اجيب بها من المشتل كيلو خدت الفلوس دي وروح تجيبتي من المصنع ازت نفسه اثنين كيلو بنفس المبلغ وقبل ما نبدأ الزراع يا جماعة في نقطة مهمة حاببا اتكلم فيها لو انت هتزرع في الشتة حاول تخلي النبات في مكان دفع ويوصل له شمس لان انت في الشتة الشمس مش هتأثر على النبات النبات بيحتاج شمس بس انت المشكلة اللي هتقابلك البرد لان البرد بيبطأ من نمو النبات فبالتالي ممكن تتفدى المشكلة تامل صوبة صغيرة او تجيب مشمع ابيض تحطه حوالين النبات وهو صغير بس المهم يوصل له شمس والمشكلة اللي هتقابلك التانية في الصيف في الصيف مش هيبقى فيه برد بس هيبقى فيه درجة حيارة مرتفعة فبالتالي ممكن تتفدى المشكلة دي برضو ان انت تحاول تخلي النبات في مكان في ضوء شمس غير مباشر بس اول ما يبتدي يوصل للمرحلة زي كده لازم شمس برضو بس انت هتحاول والنبات صغير تخفف عنه الشمس شوية يعني ممكن تعمل عليه مشمع بس بارتفاع 2 متر ولا حاجة علشان النبات ياموا معاك بشكل افضل يعني تكون درجات الحرارة من 20 ل 25 هتكون افضل معاك لان في بعض الدول الدرجة الحرارة بتبقى فيها 40 و 50 فبالتالي بتبقى ان الشتلة مش قادر تستحمل درجة الحرارة فما بتنجحش معاك فانت من الافضل انت تعمل صوبة وان شاء الله هحاول اعملها لكم في شرح منفصل وان شاء الله برضو هحاول اما النبات ده يكبر شوية زي كده هحاول انقله بس المشكلة اللي انا عامل دولة ناس والناس هتاخدها فهحاول انقل حاجة زي كده قدامكم في شرح برضو منفصل عشان الناس اللي هتتبع الشرح وهتعمل الشتلات هعرفك برضو تنقلها ازاي ويلا بينا نبدأ الشرح دلوقتي وصلنا لاخر مرحلة وهي طريقة الزراعة هتحتاج ثلاث حاجات اكياس الشتلات اللي انت اشترتها هتحتاج التربة اللي هتزرع فيها هتحتاج البزور اللي انت هتزرعها هنبتدي دلوقتي نتأكد ان الاكياس فيها فتحات بالشكل ده لان انا جبت من المصنع اكياس هو قال لي استنى اعمل لك فيها فتحات بس انا اللي استعجلت فانا انا ممكن اعملها في البيت ما فيش اي مشكلة بمصمرقة او اي حاجة رفيعة وهتنى اعمل بالشكل ده لازم تتأكد اللي هي معمولة بالشكل ده طبعا انت لو انت بتعمل من غير قصوير هتبقى مالك عني برضو وتعرف تشتعل احسن بعد ما تعمل كده هتبتدي تفتح الكيس الكيس بيبقى حجمه اكبر اما بتفتحه شايفين يا جماعة بعد ما تفتح الكيس هتبتدي تعبي الكيس اي نوع تربة موجودة عندك بقى بيتموس تربة رملية تربة طينية تربة طينية على رملية هتبتدي تعبي العزن اللي احنا فتحناها بالشكل ده وتختار الحجم المناسب وانت بتشتري برضو يا جماعة تختار الحجم المناسب ممكن تفتح تحتك كزة ده هتفتحو بالشكل ده اما بتفتح الكيس بتليقي اللي خرم بقى بمعك من كل اتجاه اما بتفتحه وتعبيه بتليقي اللي خرم بقى بمعك في كل اتجاه هعبي الاكياس وارجعلكه تاني وهتبقى معاك بالشكل ده بعد معبّة الأكياس حجم الكيز بيكبر معاك زي ما حضراتكوا شايفين وهنبتدي نجيب البزور ونزرع في كل كيز بزرتين ولا حاجة هنعمل فحرة كده بسيطة الكيس الصغير يزرع فيه أشجار غير المرنجة وهنبتدي دلوقتي نسقي للشتالات وزي ما قلت لحضراتكم بعد ما تسقيها حاول تخليها في جو مناسب لو انت في الشتاء اعمل صوبة لو انت في الصيف برضو اعمل صوبة علشان الصوبة بتتفادى مشكلة موية الشتالات هنبتدي دلوقتي نسقي النبات زي ما حضراتكوا شايفين وممكن البزور الكبيرة تسقي بإزازة ما فيش أي مشكلة يعني ممكن البزور اللي حجمها كبير تسقيها بإزازة ما فيش أي مشكلة اشتركوا في القناة